أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين أولى أخبار البيت الكبير النادي الأهلي الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الحرس الوطني النهاردة طبعاً كالعادة الحقيقة يومياً خلال هذه الفترة النادي الأهلي بيتمرن كل يوم وزي ما حضراتكم شايفين يعني سعادة وتركيز كامل في التمرين خلال هذه الفترة كل الأمنات الطيبة لكل اللاعبين فيه عشان يبقوا كويسين إن شاء الله في مباراة الحرس الوطني محمد شريف أيضاً بينتظم في التدريبات الجمعة المقبل بعد أجازة الحقيقة أخدها وكان يستحقها وكان لازم ياخدها محمد إن شاء الله يكون متواجد بعد يوم الخميس إن شاء الله فيه أجازة بكرة فيه أجازة لكل اللاعبين والجمعة تبدأ التدريبات مرة أخرى أفشى يغيب عن مباراة الحرس الوطني في النايجر يغيب طبعاً محمد مجدي أفشى عن مباراة الحرس الوطني في النايجر بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل وإن شاء الله مجاهزين لحضراتكم من خلال شاشة قناة الأهلي مفاجأة في هذا الأمر طيب عبد الحفيز يطمئن على محمد الشناوي حرس الكابتن سيد عبد الحفيز طبعاً في اتصال تليفوني على الاطمئنان على كابتن محمد الشناوي بعد إصابة أمس اشتركوا في القناة